الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة النخلة دي قصة غريبة فاز بها احد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقصة دي نخلة رفض صاحبها باستبدالها نخلة في الجنة فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس وسط اصحابه ذات يوم فدخل شاب يتيم الى الرسول يشكو اليه يشكو الي هذا الشاب ويقول يا رسول الله كنت اقوم بعمل صور حول بستاني فقطع طريق البناء نخلة هي لجاري طلبت منه ان يتركها لي لكي يستقيم الصور فرفض طلبت منه ان يبيعني اياه الى فرفض فأتى الجار الى رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم ارسل في طلب الجاره وقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرفض فطلب الرسول ان يأتوه بالجار الذي شكاه وصدق الرجل على كلام الرسول فسأله الرسول ان يترك له النخلة او يبيعها له فرفض فاعاد الرسول قوله باع له نخلة واتلك نخلة في الجنة يسير الراكب في ظلها مئة عام فذهل اصحاب رسول الله من العرض المغري فمن يدخل النار وله نخلة كهذه في الجنة فهذا عرض واضح له ان يدخل الجنة وما الذي تسويه نخلة في الدنيا مقابل نخلة في الجنة لكن الرجل رفض مرة اخرى طمعا في متاع الدنيا فاستأذن اصحاب رسول الله لتدخل ويدعى ابي الدحداح ان اشتريت تلك النخلة وطركتها فاذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجاب النبي فقال ابي الدحداح الرجل الشاب الي نخلة في الجنة يا رسول الله ابي الدحداح قال للرجل والشاب الي نخلة في الجنة يا رسول الله الذي يملك النخلة اتعرف بستاني يا رجل فقال الرجل نعم فمن في المدينة لا يعرف بستان ابي الدحداح ذو ستمائة نخلة والقصر المنيف والبئرة العافي والسور للشاهق وكل تجار المدينة اطمعون في تمر ابي الدحداح من شدة جوداته فقال ابي الدحداح بالي نخلتك مقابل بستاني وقصري وبئري وحائطي فنزر الرجل الى رسول غير مصدق ما يسمع ايقل ان يقايد ستمائة نخلة من نخيل ابي الدحداح مقابل نخلة واحدة فيا لها من صفقة ناجحة بكل المقييس فوافق الرجل وشاهد الرسول وبعد ان تمت البيعة فتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى بالدحداح على الشاب اليتيم وقال له يا فلان النخلة مني اليك خذها فنظر ابي الدحداح الى رسول الله سعيدا سئلا وذهب فاخذهما فاخذ هذه فاخذ النخلة فقال يا ابا لا يا ابا فقال الرسول يا رسول الله وانا علم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وبدأ الدحداح يلح على رسول الله فرد النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه الله ورد الله عرض نخلة مقابل نخلة في الجنة وانت زايدت على كرم الله يا ابا الدحداح ببستانك كله وقال الرسول علي كرمك وهو الكريم ذي الجود من جعل لك في الجنة بساتين من نخيل عذق رداح هي النخلة المثقلة الكريم كم من عذق رداح الا ابي الابي الدحداح في الجنة وظل الرسول يكلل جمته جملته اكثر من مرة لدغركة ان صحابة من كثرة التمر عليها تعجبوا من كثرة النخيل التي يصفى الرسول لابي الدحداح وتمنى كل منهم لو كان ابي الدحداح وعندما عاد ابو الدحداح الى امرأته دعاها الى خارج المنزل وقال لها الدحداح وتهللت الزوجة من الخبر وقال لا اخرجي لقد بعت البستان والقصر والبئر والحائل وكانت تعرف خبرة زوجها في التجارة والشطارات وسألها عن الثمن وسألت الزوجة عن الثمن فقال لها لقد بعتها فردت عليه متهللة الربح البيع يا ابا الدحداح ربح البيع يا ابا الدحداح فمن منا يقايد دنياها بالآخر ومن منا مستعد لتفريط في الجنة مقابل دنيا فانية ومن منا تعين زوجها على الفوز بالجنة أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم